السلام عليكم أصدقائي اليوم سوف نتحدث عن درس جديد من درس الثانية باكالويا درسنا اليوم سوف يكون حول الـ إذن ابقوا معي إذن أصدقائي صديقاتي قلنا سنضرع على درس ذي الـ اللي هو درس من درس الـ حسنًا هذا الدرس كما ترى تكون جديد الكلمة براين درين حسنًا نرى اللقاع الفوكابولير اللي عنده علاقة بالبراين درين وهذا الدرس سوف نضع طويل وأنا سوف نضع نضع على بارت 1 يعني قسمت الجديد الأجزاء اليوم نضع على الجزء الأول والجزء الثاني سوف نضعه في حصة مقبلة فيديو آخر إن شاء الله إذن على بركتي الله البراين درين شنا هو البراين شي حاجة لمعرفة هو الدماغ ما معنى هي شي حاجة ما كتبقاش عندك شي حاجة كتمشي لك كتكون عندك ولكن كتمشي أوكي؟ إذا أخذنا الدماغ زائد شي حاجة مشات بمعنى أن الدماغ سوف يهاجر يهاجر إلى أين؟ إلى بلد آخر إذن هي هجرة الأدمغة ماذا نقصد بهجرة الأدمغة؟ هنا لدينا واحد لديفينيسيوم هجرة الأدمغة يعني هجرة بعض الناس اللي تكونوا انتلكتويل والناس اللي تكونوا واهين وخاريين وعندهم واحد المهارات عالية وعندهم شواهيد إلى آخره البلدان غالباً كتكون ذلك البلدان متقدمة وعند إمكانيات وفرص العمل إلى آخره لأن كاناء هدنا برين درين ذي شفناها هدنا هي هجرة الأدمغة لدعنا لتكر هدنا برين درين يعني العكس دياله ماذا نقصد بها؟ أن اقصد بها عدد 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 نسيوم يعني واحد للارتفاع عدد العدد الناس اللي عندهم مهارات وناس اللي تكونوا انتلكتوية في واحد البلد يعني هزارة الادمغة هي brain drain اما brain gain هي استقطاب الادمغة اوكي وغالباً كتكون في البلد متطور اميغريت vs اميغريت هناك جوج ديال الكلمات اللي تقريباً بحاله وما عندهمش واحد الفرق كبير فرق صغير شنا هو you emigrate from your home country while you emigrate to another country اميغريت لبا ام اي جي اخ ات او كنقصد بها انك كتهاجر من الدولة ذيالك اما اميغريت لعند اي دابل ام كتهاجر الى دولة اخرى اوكي ممكن عندنا ديش الترجمة بالعربية الهجرة من الدولة او المنطقة التي تعيش فيها والثانية الهجرة الى الدولة او المنطقة التي ستستقر فيها لأسباب معينة ولمدة محددة اميغريت 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 ممكن عندنا ثلاثة الكلمة تقريباً كتشابه اوكي كان الاختلاف دياله مغير في الـ الـ forms دياله وال part of speech دياله ممكن ارى انشوفوه اميغريت اميغريت هادي نون اسم The act of leaving one's own country to settle permanently in another one or simply moving abroad يعني الهجرة بكل بساطة اميغريت هو الرب دياله كنقوله to leave يعني يترك بلده or fly to another country fly او يهاجر اوكي الى بلد اخر وعدنا اميغريت اللي هي adjective is a person who lives his native land to another one يعني الشخص المهاجر هو الـ اميغريت اميغريت فرب اميغريتشن هي الهجرة لنذهب الى why brain drain بقنا ادنا واحد سؤال علاش الهجرة لبلدان اخرى من طرف الناس اللي تكونوا انتليكتويا ممكنين reasons اوكي كما هو political كما هو social and economic ثلاثة ديل الاسباب او ثلاثة ديل الاشياء اما كتكون سياسية او اقتصادية او اجتماعية انكدو political one اللي هو سياسية وغلنا اخذوا واحد الالكزامبل كيف مش جودانا في صورة عدنا الناس كي يصافروا اللي تكونوا انتلكتويا غالبا غروبا من الحرب to escape from war اوكي or social reasons like gender discrimination شفتوا هنا عدنا في الصورة عدنا جندر شنو الجندر هو الفرق بين الجنسين او الذكر او الانتة من تكون انه حتمييز بين الجنسين مثلا تلقوش مجتمع بانه مثلا بعض الفرص للشغل كتاح لواحد الجنس وما كتاح للجنس الاخر اوكي اوكي مثلا مثل المثال اوكي 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 الميز العرقي بانك يكون غالبا ما بين واحد طائفة او واحد فئة من المجتمع كتعاني من هذه المشكلة للميز العرقي بسبب العرق الديني او الانتماء الايديولوجي او الى اخره بانك يكون دافع لنا ماذا تغمض الشيء هذرو الوطن ديالهم اوكي ندوز وده بلا الاسباب الايقانوميك ريزنس الاسباب الاقتصادية كيف ما كتشوف عندنا نفس الصورة عندنا you know many people they are workers اوكي so to look for a job opportunities غالبا تقوموة الناس يقلبوا على فرص الشغل اللي كتناسب على الكفاءات ديلهم خصوصا الناس اللي تكونوا انت اللي بتجيع كما قلنا انا هنا في الصورة اه اشخاص يستضيفون اشخاص اخرين اه في بلاد اه مهزر او او عند العودة لانك يستضيف اشخاص is to host people البلد الموضيف host country is a host country اه باش تبقى في واحد بلد معين you need an income wage اذا جاء واحد الاجر وله واحد الدخل طبيعة الحال من الاسباب اللي كتخلي الناس يهاجروا خصوصا الناس اللي قلناك كما درنا عليه مقبيل الناس اللي انتلكتوية اللي عندهم كافاءات كيعانيهم low wages يعني خفاض الاجر مقابل على high wages or high income يعني الدخل المرتفع اللي كيتناسب معا يعني الاشياء اللي كيقدموها you need an income خصوص ضروري يكون عندك واحد دخل خصوك تربح الفلوس مش يكون عندك واحد دخل اوكي اوكي كنقوله earn money or to gain money يربح او يجني هنا عندنا الصورة some money flying over you know the world نقود كي يسافروا ولهم كناية كي مشتوى عندنا الصورة عندهم اجنحة كنسميو هاد الماني هادي remittance يعني is a transfer of money often by foreign or in worker to an individual in their home country غالب ان الفلوس اللي كيسر تشي واحد يكون نعيش في بلاد المجر الاهل ليالولا شي شخص معين اوكي يسميوها remittance عندنا هنا واحد جديد الصورات كيف لكم الفرق first one is a developed country يعني دولة متطورة او متقدمة صنايا وسياسيا والآخرين والدولة التانية is a developing country اللولة عندها ed الثانية عندها ing developing يعني نامية او في طور النماء او النمو ممكن ندره هنا واحد موراجعة خفيفة لهذا الفوكاب كامل اللي قريناه عندنا number one brain drain هي براظو غزرة الأدمغة اللي هي العنوان ديل الدرس واللي هي كده اللي هي الدرس كامل والعكس ديالها هي brain gain كنقصده بها استقطاب الأدمغة اوكي درين من دولة developing country يعني دولة نامية الى developed country واستقطاب الأدمغات يكون في واحد developed country بالطبع انها developed country هي دولة متقدمة العكس ديالها developing country دولة في طور النمو وهدرنا على باش تبقى في الدولة ديالك ولا باش من الاسباب اللي كي يخلو الإنساني هذا هو income باش يحسبوه على واحد الدخل اللي يخص يكون مرتفع ويكون محترم كيتناسب مع الكفاءات والليكاليتي ديال الناس اللي كي يكون مقداركتو يعني و الظاهرة اللي كنهضر عليها هي يعني الهجرة من كتاغر من دولة آآ نامية أما immigration هي الهجرة 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 الى دولة متقدمة skilled هذه شفناها في unit number one ديال gift of youth أوكي اللي هو شخص ماهر وعنده مهارات ودى آخرين والعكس ديالها unskilled person غير ماهر لا يتوفر على مهارة remittances اللي هما النقود أوكي الكيس لشخص في بلد المهار إلى أهله في بلده الأم again we have earn اللي يربح المال أو يربح شيء ما earn أن host people to host someone is يستضيف جيمة hospitality اللي عنده علاقة بالكاراب منجود إلى آخره host country بلد المضيف racial discrimination 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 هو الميز أو العنصرية racial شيء حاجة عرقية جاية من race gender discrimination يعني الميز بين الجنسين أوكي أنا هنديروا واحد التمرين خفيف عندنا هنا definitions أوكي هنا الكلمات اللي خصنا ما تشيوهم كل كلمة نحطوها مع definition اللي كالتناسمع ماوكن نبدأ بنامبر 1 the immigration of educated professional to the professionals to other countries immigration ديال والprofessionals يعني الناس اللي تكونوا متقفين ومحترفين إلى الملدان أخر بشأن نسمع بعدي brain drain هي زرة الأدمغة اللي هما الـ educated والprofessionals أوكي نمبر 2 when someone leaves a country permanently and go to live in another one شخص كي غادر واحد البلد مؤقتا أوكي بش يعيش بلد آخر هذي كان اسمه هزرة immigration أوكي يهاجر من نمبر 2 wage or salary هو income الدخل إن زي يميل إن income دخل أم country advanced in industrial capability technological sophistication and economic productivity من الدولة أم متقدمة متطورة هي developed country okay say developed country next one not not having a special skill or training not is unskilled alright let's move to next one it's the opposite of brain drain it is when highly skilled workers come to a developed country brain drain of course it is the brain gain alright let's move to the next one when someone comes to live in a different country شي شخص كي جي يعيش في دولة أخرى immigration أخرى ليش فينا فلول يهاجر من هذه يهاجر إلى okay next one a poor or non-industrial country that is seeking to develop its resources by industrialization a poor or non-industrial country يعني دولة غير صناية وفقيرة okay كنت تغلب على تبحث على تطوير موارد ديالها الصناية الاخرية تسميها developing country دولة نامية أو في طور النمو okay قعدنا جوجد الكلمة تعلمين اللي هما Remigances and skilled having the ability to perform a task expertly and well skilled آخر وحدة وأسعب وحدة money sent by immigrants to their families in their homeland of course it's Remigances so thank you guys for your watching أدي كانت part one درس ديال brain drain كانت غنية بالمعلومات وباقي عنا part two اللي فيها معلومات كثيرة أيضا سوف نستفيد منها إن شاء الله دونك ادعمونا بلايك وجم وسبسكراب okay so thank you for your attention again see you next time إن شاء الله in another video موسيقى 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 possessions